ممكن يبقى أخ مالوش أي 30 لازمة في الوجود ممكن يكون ابن مش بار بوالدته بس على عياله بيباحنين أوي ده مقياس بصي لأنه الأولاد امتداد له فهو بيحب نفسه فيهم يعني هو لما عملته مع كل الناس سيئة وما بيحب شغل نفسه فممكن يحب أولاده لأنه دول امتداده ما دلعوا تلاقي زعيم عصابة بيدلع بنته جوجه حبيبة باب يعني فما قاتل قتل قتلة وبيحب بنته وبيعملها حاجة فازاي يعني مثلنا احنا ممكناش ننخدع في الحتة دي لما شوف راجل بيعمل عياله كويس قوي هقول مهودات طبيعية يا جماعة بالزبط بالزبط لأن هي شفت نفسها في الولاد ام قياس الراجل الحنين فحزت أن هي عايزة تبقى مكانه عايزة تبقى بنته عايزة تدلع عايزة تدلع وعايزة تشيف كويس لما شوف راجل واقول ده راجل الحنين بتتقاس بإيه فكرة أنه يبقى مهتم مهتم بحالتك النفسية مهتم بتفاصيلك مهتم بالحاجات المشاكل اللي بتواجهها في حياتك دي الحنية مش مهتم بمراته فانا أشوفه مهتم بمراته كده فاتمنى لنفسي لا لو مهتم بمراته بيعملها بصي أنا دايماً لا أنا قصدي نيات بص تبقى زوجة تانية لأنه الأولانية متهنية اه احنا بقينا كده بس نحضي بالك أنه لو هو مهتم بمراته برضو أنت ما تكلمتش مع مراته يعني أنا شايفني دايماً بيبقى فيه مفاجآت ما بين أي اتنين أن أنت طالما الباب مقفول عليهم أنت ما تعرفش بينهم إيه بيقول لك الجواز حاجة مش بيقول لك أنا أنت علي أقول لك الجواز حاجة والخطوبة حاجة وفترة التعرف حاجة وبعد الجواز بقى بسنة دي حاجة دانية التالتة خالص بسي أنا دايماً أقول عليها المفاجآت الصارة اه جميلة هي جميلة لأنك بس اتطري لا صارة مرتارية ايه ايه طبع ده منظروا أعرف اللي هو الفكرة أن أنت مش هتعرفي تهربي منها يعني أي اتنين بيبقى بينهم حاجات محدش يعرفها خالص وهو محدش عشره زي ما أنا بعشره يعني لا أخته تعرف أنه أنا هعرفه ولا أمامته تعرف أنه هعرفه ولا حتى عياله يعرف أنه أنا هعرفه فهي إحنا ما بنبقاش شايفين الجزء ده لكن بنشوف القشرة من بر فبتشوف بأنها متهنية دي ركبة عربية مش عارف إيه ده بيعمل لها إيه تقول لك أن ما أخد جزء أصلاً لو جربت واحد لسه ما مدخلش دونيا صح ممكن ما يبقاش حظي معها حال فيه كده فيه كده بس أعتقد أن نورة مشكلتها مش كده يعني نورة عندها احتياجات والاحتياجات دي ما خليها هي اللي بتسوقها يعني مشاعرها اللي بتسوقها مش عقلها إزاي قدرت تتحكم في الاحتياجات دي عشر سنين وترجع بالبلد دي كده تنخ دلوقت لازم يكون فيه حد بيشعل الحتة دي هو عارف يعمل ده يعني فيه حاجة كده هي محتاجاها فبتلاقيها بوضوح في الشخص اللي قدامها فبتدت تحس إن هي عايزة تتكلم معاه وعايزة تتعرف عليه أو لإنه قريب منها كمان جداً